السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم في بديو جديد هاتي بقى شوية دي ومية كده نحضرها مع بعض من غير فرن هتفطاري تتعشي بيها تحف جدا جدا طبعيني للنهاية أذكر الله وصلي على الرسول عليها فضل الصلاة والسلام بسم الله الرحمن الرحيم معي نص كوباية من مية دافية عليها 3 معلق كبار من السكر معلقة صغيرة من الخميرة الفورية وهنقلبهم مع بعض بعد كده هنحط معلقتين كبار من الزيت الزيت العادي دورة أو عباد لو لسا ما عملتش لايك للفيديو ياريت تعملي لايك بعد كده هنحط كوبايتين من الدقيق ورشة من الملح كوبايتين دقيق هنضفهم ولو حسينا ان العجين بقى تقيل قوي معينا يعني ممكن نضيف شوية مية دافين صغيرين بس أنا محتجتش أنا لقيت العجينة الجمعت معي وبقت كويسة جدا من غير مضيف أي مية اعجنيها كده على الرخامة أو على مفرش والعجن شوية كده عشان المكونات بتاعتها تمتزج والعجينة تبقى لينا معينا بعد كده سبتها تخمر لغاية ما يضعف حجمها يعني غطيها وصيبها كده شوية لو وراكي حاجة رح يعمليها ورجعينها تاني قسمتها ثلاث كور هنجيب شوية حليب صغيرين وهي ناخد أول كورة وننزلها في الحليب وانطلحها ننزلها في السمسم افرديها كده بالنشيبة بقى وطبعا السمك بتاعها يعني ما تكونش سميكة وما تكونش رفاياها زيادة عن اللزوم يعني تكون حاجة كده وسط هنعمل كده في الطلق قطع اللي موجودين معينا وممكن تقطعيها سلايزز زي البيتزا لو عايز الفطاير بتاعتك تبقى أرفع جا ما تحبي ستها عشر دقيق وعشان تسيبيها وما تلزقش معاك وانتي بتاخديها بنحطها لكيس بعد كده هسخن الزيت واول ما يسخن معي هنبتدي نحمرهم فيه وطبعا ننزلهم في الزيت وهو سخن برش كده فوقيها الزيت عشان تنفخ معي عشان انا عايزها تنفخ وتفضى من جوه خلاص كده بعد ما عملتهم تحفة جدا وهواريكي شكلها من جوه دلوقتي ممكن تحشيها نوتلا او تحشيها اي حاجة ولو ما حشتياش حاجة زعمها كده تحفة جدا جدا مانا بقى الفيديو كنا لإعجابكم لو عجبكم ما تبخلوش عليها بلايك واشتراكوا بشير للفيديو اتمنى لكم يوم سعيد والسلام عليكم ورحمة الله